موسيقى جوايا محب الربنا دلوقتي مخلياني عايزة أتقرب منه بزيادة لإن بقالي سنتين بفكر في الرحبانة كل الناس بتقولي إن مش وقته تقربي من ربنا ركز على مذاكرتك وبعدين بيفكري فيه وأنا خايفة أطفي هذا الاشتياق في محبة ربنا ومعرفته وانتبه للعالم بزيادة ومش عارفة أعمل في نفسي إيه أفرح بربنا وأراضيه بنجاحي في دراستي ونجاحتي ولا في نجاحي حياة الروحية وخلي الدراسة نمرة اتنين الحقيقة مين قال إن ده ضد ده أنا نفسي ككاهن بشتغل يعني أنا بعتبر إن عندي شغل بفتقد الناس ده الشغل يمكن مش في كل وقت في الاعتراف في الافتقاد أو يعطي ربنا بعارف أصلي أو أتمتع بربنا الراهب جوه الدير عنده شغل ما يقلش عن 8 ساعات في اليوم لأن نموس الطبيعي لما ربنا خلق آدم وحطه في جنة عدن أو في فردوس الأرضي قال له تقوم وتشتغل في الجنة دي وتعملها يعني إيه تعملها يعني أشتغل بإيدك تفتح المية وتقفل المية وتشوف تسق الزرع وما تسقسش زرع وتراعي كل حاجة لأن ما يقدرش يقعد كده يقول له بحبك يا رب بحبك يا رب بحبك يا رب حتى الرهبات عندهم شغل يا شغل في مشغل يا شغل في نظافة يا شغل في مطبخ وبيبقى من 6 إلى 8 ساعات في اليوم فأنت أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله أنت دلوقتي مش بقولك تركيزي في الدراسة على حساب ربنا حبي ربنا عودي كل يوم ساعة خلوة يا ستي عودي ساعة ونص مع ربنا صلي الصبح نص ساعة وعودي بالليل ساعة وذاكري أربع ساعات وروحي كليتك وبعد ما نتخرج لأن كده كده ما فيش دير هياخدك بسنوية عامة فأنت كده كده لازم تتخرجي يبقى نفكر في النهاردة النهاردة أنا طالبة عند اشتياق رهبة رهبانة لما تروحي الدير ويقبلوكي هتبقي رهبة وتتحارب بشوية حروب من العالم لكن الوضع دلوقتي أنك لازم تعملي اللي عليك لأنني مش هياخدوكي من غير شهادة جامعية يبقى أني من راح أعمل إيه؟ أذاكر نمر اتنين أخلي محبة ربنا تطف في قلبي لا قولي تسبيحة كل يوم عشر دقايق وقولي صلواتك بالراحة واحفاظي مزامير وطلعي آية وفكر فيها طول النهار بين المحاضرات ولو نسيها أكتبيها ويبصي على الموبايل تقولي يا سلام بحبك يا رب جيت دكتور هسمعه خلص الدكتور بدل مرغي مع واحدة صاحبتي هبص في الآية تاني يعني ممكن أعمل اتنين مع بعض بدليل أن كل الرغبان دولة يعني مثلا فيه أباء مطرنا وأباء مصقفة كانوا واخدين ماجستير يعني ده مش خلصوا الباكراريوس وبس ده كملوا بعد الباكراريوس ثلاث سنين دراسة قبل مرحوا الدير طيب ما كانوش بيحبوا ربنا كانوا بيحبوا ربنا فخايف دي تكون حرب بتشغلك عن هدفك هدفك إنك طالبة وعندك اشتياقات لربنا قولي يا رب قدس هذه الاشتياقات وخليها موجودة في قلبي ترجمة نانسي قنقر